هل يجوز الأجرة على تعليم القرآن الكريم؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على صهور الله عليه الصلاة والسلام جمهور أهل العلم على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم ومستندهم في ذلك حديث اللذيغ اللي هو لما لدغ سيد قوم والحديث طويل يعني الشاهد منه أن سيدة هذا القوم أو هذه القبيلة أعطت مقابل الرقية بالقرآن فأعطت قطيعا من غنم فالصحابة لم يقتربوا من هذا القطيع قالوا حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي جوز ذلك صلى الله عليه وسلم وبالتالي فأدل أخرى الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن نعم